فاضل 24 ساعة وحتى اللحظة محدش محدش شقاوة بيقول لي مين هم الخمسة اللي بيقول عليه هم ممدوح عباس بيخربوا في الزمالك وبيوقعوا فرقة الكرة ثلاثة ادريين واثنين لعيبة ثلاثة ادريين واثنين لعيبة ماشي في ثلاثة ادريين واثنين لعيبة هو اللي قال هو اللي صرح هو اللي قال يبقى هو اللي صرح ماشي انا عارف انما هو يقول هو اللي يقول لجنة اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك في الفترة ديت بتقرر أو بتعمل قرار بمنع الإداريين والموظفين والعمال والأجهزة الفنية للألعاب في النادي بالتدخل في العملية الانتخابية يعني يعملين قرار بمنعهم من أنهم يتدخلوا في العملية الانتخابية يعني لا يقفوا جنب مرشح ولا يسندوا مرشح ولا يعملوا دعاية لمرشح ولا الكلام ده ايه كله طبعا الكلام ده بالنسبة لي يعني معلش ما احترامي يعني غير مقنع وغير منطقي ده غير مقنع وغير منطقي ليه غير مقنع وغير منطقي لان انا زي ما انا بقول لك كده اصلا انت ما ينفعش اصلا اصلا انت كلاجنة معينة من وزير الشباب ورياضة في مرحلة انتقالية انه اي واحد فيكو ينزل انتخابات اللي جاي ويمكن انا يعني قلت ده ما ينفعش قلت ده ما ينفعش ليه ما ينفعش واخد بالك لانه انت موجود مثلا من الاشتراكات ومحدش غيرك ياخد او محدش ياخد اخو ده مثلا هيبقى مثلا من خلال الاشتراكات عندك تواصل مع الاعضاء بشكل ايه مباشر ايه لا يا جايزة الفنية ما انت هتعمل مع دا اكت معه 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 ايه الدعاية مش هتبقى بشكل علن يعني مش لازم ابقى واقف في النادي لابس تشيرت عليه اسم تمر عب حميد عشان ابقى بعمله دعاية ويطبق علي العقوبة لما سهلة يعني بالتليفونات سهلة اوي مع الكلام مع الاعضاء سهلة اوي يعني اه في الجربات على الواتس اب بتاعت كل فرقة سهلة يعني كل دا التواصل دلوقتي ما بقاش موضوع انا بتكلم في الاصل بتكلم في الاساس ان من البداية خالص من البداية خالص ما ينفعش اللي ييجي مكلف مؤقت بتسيير اعمال انه يبقى له حق ينزل خالص لا انا قلت لكم انا قلت لكم انه وانت بتاخد قرارات هتبقى قرارات كتير جدا هتصطدم بايه بنزولك هتصطدم بنزولك من برح طبعا الوزير السابق حسن ساق كان نزل قايمة كده مضروبة انما بعد ما اتصلنا وعرفنا وسألنا قالك الكلام ده ليس له اساس من الصحة فيش حاجة من دي انا قافل على البتاع دوت لمدة عشر سنين بقالي عشر سنين عن العمل رياضي قافل خلاص القصة دي ما عندوش استعداد ان هو ينزل الملعب ده تاني ملعب رياضة وملعب الاندية وملعب رئاسة الاندية كان راجل وزير وبتاعه مش عافقه والكلام ده كله الدكتور كمال شعيب ناس كتير جدا بتسألني بتقول لي ليه الدكتور كمال شعيب يبقى هو المسؤول عن قضية شيكبالة في مركز التسوية والتحكين وانا برد وبقول وليه لا طال النهاردة بتتكلم على واحد ان لم يكن رقم واحد في الحتة دي فهو من المتصدرين للمحامين في مصر فقدرت ايه وجناقي وبتاعه مش عافقه له صوالات وجوالاته انما هو الاعلام مركز على كم النجاحات اللي بيحققها في الحتة دي حقق نجاحات كتير جدا 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 فهوضع طبيعي انه نجم كبير زي شيكبالة عنده مشكلة هيفكر في مين هيفكر في رقم واحد اللي هو مين دكتور كمال شعيب انما هو هنا السؤال مين اللي مؤكل دكتور كمال شعيب هل ناتز مالك ولا حد تاني اتمنى انه يكون ناتز مالك لان اللاعب لعب ناتز مالك فبالتالي اللي المفروض يدفع عنه ناتز مالك واللي المفروض يكون اللي بيوكل دكتور كمال شعيب علشان يدفع عن اللعب يبقى ناتز مالك وحق الراجل يبقى من ناتز مالك والاتفاق يبقى من ناتز مالك ده اللي انا اعرفه وافهمه حاجة تانية بقى من ممدوح عباس من اي حد تاني يبقى القصة كده ايه يعني 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 اعتقد ناتز مالك لازم ان اللي هو يبقى متصدر المشهد يوسف اوباما بيتلقى عدد كبير من العروض الاحترافية من اندية خالجية اه بعد ما فشلت الموسم اللي فات فكرة التعاقد مع نادي الحزم السعودي ففي عدد من الاندية السعودية والاماراتية بتمهد للتعاقد مع يوسف اوباما السيد احمد دياب رئيس رابطة اندية الدوري بيقول السبت المقبل سيتم تحديد شكل الدوري الجديد ما هو مش لازم الامريكاته دوت الناس اللي بتقول الخليج قفل ما انت في عندك يناير والترابطات يا جماعة بتبقى من دلوقتي ماشي ماشي كابتن ربيع عسين بينزل بتصحيحات غاية في الاهمية وبيقول ان هانا ابريدة هو من يفعل كل شيء وهو اقوى رجل فيه كرة القدم في مصر وهو من يدير اتحاد الكرة وهناك وجوه يدخلها لنا ابريدة لتعمل منى معنا ويصر عليها فاتح تريم المدير الفني الجلطة صراي بيدي مصطفى محمد الفرصة الاخيرة لاثبات الوجود وإلا البند بتاع تفعيل شراء لن يفعله وبالتالي مع انتهاء اعارته هيرجع تاني لنادي الزمالك اخر حاجة اخر حاجة كابتن محمد صلاح لعد نادي الزمالك السابق بكري طبعا الكبير بيقول اعتقد ان اللجنة فشلت في كل الملفات اللي كانت بيديها وكل اعضاءها همهم يعرضوا مشاكل النادي على وسائل الاعلام ما ادروش ان هم يجيبوا موارد للنادي وكل اللي عملوه انهم فتحوا حساب للتبرع عشان يلموا فلوس من الجماعية القارضة بو سبعين مليون جنيه راح فين وتصرف فين وانتقل للحديث عن عن فروغ جعفة وحسين السيد قال انهم سبب من اسباب مشاكل النادي وعليهم الرحيل الجميع يشتكي من طريقة تعاملهم في النادي وعن حمد النجاز وعودته محمد صلاح قال كان يعلم انه هيخسر القضية لذا عاد للنادي لكي لا يخسر شيء اللجنة الحالية خربت النادي بس كل اللي هيقولوه كسبنا خمس بطولات وفي ناس ما كانش حد يعرف عنها حاجة قبل قدومهم للجنة دي تصريحات الكابتن محمد صلاح نجم نجوم نادي الزمالك في السبعينات وفي الثمانينات تقريبا كده او مش تقريبا ده اكيد كابتن صلاح بيتفرج علي كتير السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته